اشتركوا في القناة 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 عرف عبد الرؤوف أنه فنان مقتدير وفنان كبير بزاف لواحد درجة أنني كنت نتمنى أنني نكون حداش ينهار في الخشبة وتحقت تحقت هذه الأمنية وخدمنا بزاف ديال الأعمال بزاف ديال الأعمال لا في تلفزيون ولا في المصرح آخر مرة اللي كنت عنده في الزيارة كان حدا بنا تقريباً الزيارة بقت وخاء وخاء ما ما كنجيش بزاف لأنه في الوقت اللي كنت كنجي في الوقت اللي فقد البصر دياله ما بقدش قدرت نشوفه بذيك السميته بذيك الصورة وكنت كم تبدعوه بحلقة فتنسول عليه التليفون كتنسول عليه كذا هذا وكان غالباً هو ما تيكون في الإنعاش هو أخرج من الإنعاش هو أرجع للإنعاش في مكان بغنش ينزلوت يقول لك هو مشى لرباط الأغلبية ديال هاد السنوات الأخيرة الأغلبية ديال سميته ديال العمر دياله دوزو غرف الإنعاش ودوزو فدا وما كيقلش بزاف هنا يا كل نار غادي للرباط كمشي للادق المسشفى العسكري والله سبحانه وتعالى هذا بغاية هذا باره وأره وأفاده إن ري الله وإن الله إلا الرجعون